هنروح لفريق كورة اليد سيدات زي ما حضركم عارفين كان فيه ست لعبات من فريق كورة اليد سيدات بمتواجدين مع منتخب مصر اللي لعب بطولة أفريقيا في السنغال هذا الشهر واللي سهمه مع المنتخب في حصوله على المركز التام ولكن هتقول مركز تامن معلش مركز تامن احنا النهاردة منتخب السيدات احنا ما مدفعش عنه ولكن دي الحقيقة المنتخب قعد عشر سنوات لا يشارك في أفريقيا تخيل دولة بحجم مصر في كورة اليد عشر سنين ليس لها منتخب سيدات فالنهاردة بيشارك في أول بطولة بيخسر بشرف من السنغال في دورة التمانية كان 21-19 كسبنا تونس دايما كانت أحد أقطاب النهائي بتبقى تونس كسبناها في المجموعة يعني الفريق أدى بقى شكل كويس كبداية كويس جدا نتمنى الاستمرار واللجنة المؤقتة للاتحاد أو أي مسؤول في الاتحاد لابد أن يرعى هذا الفريق قيدا وأنه يشارك والاستمرارية في المشاركة هي اللي هتأمل نتائج ما ينفعش أن نحن نيجي دلوقتي نقول خلاص شكرا مش عايزين منتخب ونيجي كمان سنتين أبطوط أفريقيا نجامع المنتخب لازم إذا المنتخب الكبير لكورة اليد في حالة أنعقاد دايم لازم منتخب السيدات أيضا يكون في حالة أنعقاد دايم وتصور الدكتور أشف صبح يعني أكيد لن يبخل على اتحاد كورة اليد بكل ما هو متاح وكل الدعم عشان يوصل بمنتخب السيدات أنه يوصل في العالمية زي منتخب الرجال بالمناسبة في أفريقيا أنت عندك أزمة فقط مع أفريقيا الصمراء الأجسام القوة الاحتكاكات دي ممكن تيجي مع التدريب الجيد ومع الاستعداد ومع التكنيكالية العالية في الحالة دي هتقدر تتغلب على الفتنس فإذا نتمنى أن المنتخب السيدات يستمر ويستمر الدعم بهذا الشكل كان في ست لعبات منهم عندنا مينة الله سيد ليلة هيثم شاهد الشواربي أمينة شام تقى كامل وأمينة عاطف دول كانوا السوداسي اللي مشارك مع منتخب مصر كابتن محمد عدل زولة المدير الفني إدهم راح فترة عشان طبعا هم راجعين من معسكر شهرين كان لابد من أسبوع على الأقل راح عشان يسترجعوا منطقتهم تاني ويستعدوا للتمرين ويستعدوا بقى تاني يعني زي ما يقولوا عادة استشفاء لازم راحة سلبية يبعدوا عن كرة اليد تمام هنبتدي الاستعداد عشان لاستئناف الدور إن شاء الله عندنا الجولة الستة هكون مع نادي 6 أكتوبر إن شاء الله يوم الجمعة الجاية بعد استئناف بقى الدور إن شاء الله الجمعة الجاية مش هيبقى فيه تجمعات المنتخب انتوا عارفين الفترة اللي كانت قبل كده شاهدت الفرقة دي خصت مباريتين نتيجة ان لعيبة النادي الأهلي عشر لعبات بيشاركوا في معسكر منتخب خمس تيام في الأسبوع بيرجعوا ليلة تمرين واحد وبعد كده عاموا مباريتين فما كانش فيه هارموني مع الفرقة وبعضها بتهيأل من النهاردة وطالع مفيش خلاص مفيش اشتراكات دولية مفيش تجمعات أتصور إن المنتخب هيحصل فيه تجانس فريق النادي هيحصل فيه تجانس بشكل أكتر هيبقى فيه تحسن في النتائج أكيد بشكل أكتر النادي الأهلي عنده 11 نقطة الفريق عنده 11 نقطة في مشوار الدوري وطبعا يكون من الفوز على المعادي ومدينة مصر والزمالك والخسارة من سموحة والطيران زي ما قلت لحضراتكم ولكن كل التوفيق إن شاء الله لفريق كرة اليد سيدات إنهم إن شاء الله يستعيدوا اللقب سواء دوري أو كاس اللي احنا خسرناهم السنة اللي فاتت ولكن طبعا وضع طبيعي إنه يحصل بعد 10-15 سنة احتقار للبطولات قد تبعد عنك البطولات موسم بطولات موسم أو نصف موسم وبعد كده بتستعيد تاني قواك وترجع تاني توقف على رجلك كل التوفيق إن شاء الله للمدير الفن كابت محمد عادل واللعبات